والإنصاف يخلينا نقول إن المراهقين والمراهقات مش هما بس السبب في المناخ الغير هادي ده لا الحقيقة إن هما بيكبروا كل يوم وسط عالم غريب ومتناقض وسريع التغير بشكل عجيب جدا جدا عالم مختلف بكل تأكيد عن عالمنا إحنا كأجيال سابقة أو أجيال أكبر للدرجة اللي بقيت تخلينا نشك في كتير جدا من الأوقات إنه يعني إن إحنا مش عارفين مشاعر ولدنا أو أفكارهم إحنا مش عارفين هما بيحسوا بإيه أو دماغهم دي فيها إيه ويعني الحقيقة إن الحياة مع المراهق يعني بيت فيه مراهق أو مراهقة بتستوجب مننا إحنا كأباء وأمهات إن يكون عندنا وعي شديد وحذر أشد في كل المواقف أنا مش بضخم لكم المسألة أنا بخاطب الجميع وفي القلب منهم الأسر اللي عندهم مراهقين ومراهقات واللي عندهم مراهقين ومراهقات يعني مش هقول لكم بقى متفقين معايا لا ده يعني متناغمين جدا مع اللي أنا بقوله لأنه فعلا التعامل معاهم لازم يكون حذر ومحسوب بالميزان مش زي ما مش اللي هي كده لأن الأمور ممكن لقدر الله تسوق أو تتعقد لو غلطنا أكتر من مرة في تعامل معين معاه خدتوا لكم قلت إيه؟ غلطنا أكتر من مرة ليه؟ لأنه حدوث الخطأ في التعامل مع ولادنا وبناتنا وارد طبعا وارد من الطرفين على فكرة يعني وارد إنهم يغلطوا وارد إن إحنا نغلط لكن زي ما لسه قلت المشكلة في إيه؟ في تكرار الخطأ سواء كان عن قصد يعني يعني عن أسوري سواء كان عن عدم قصد يعني إهمال إحنا بنتعامل بإهمال أو كده خلاص أو بسبب إصرارنا إحنا بقى كأباء وأمهات على التعامل بطريقة غلط مع ولادنا النتائج بتبقى مش كويسة تجربة صعبة؟ آه بس إيه في حياتنا مش صعبة؟ يعني فكروا كده النجاح صعب والتميز صعب والتماسك صعب صحي كده؟ فيها تجربة صعبة؟ آه تجربة صعبة لكن إيه في حياتنا مش صعبة؟ بس في حد يقدر ينكر الفرحة والفخر اللي بيكونوا مليين قلوبنا لما نفس ولادنا بقى وبناتنا دول يتصرفوا صح؟ أو ينجحوا؟ يعني أو يكونوا فعلا يعني قرة عين كده لينا؟ صدقوني الحزبة مش معقدة هي تقيلة هي بس مش معقدة هي الحزبة تقيلة بس مع كون إنها تقيلة هي تستاهل تستاهل جدا عشان كده أنا كلامي مع حضراتكم النهاردة هيكون مع حضراتكم أنتم كأباء وأمهات هيكون عن مسؤوليتكم أنتم كأباء وأمهات وأكيد هيكون في مواضع تانية ومناسبات تانية وحلقات تانية كلامي هيكون فيها موجه لأبنائنا بقى وبناتنا من المراهقين والمراهقات بس كلامي النهاردة حلقة النهاردة موجهة للأباء والأمهات تعمل؟